لديكم هذه الأعداد وعليكم ترتيبها من الأصغر إلى الأكبر كل هذه الأعداد لا يوجد فيها قيم على يسار الفاصل العشرية لا توجد أحد هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا إذن ابدأوا بالمنزلة العشرية على يمين الفاصلة البداية تكون مع المنزل الأكبر ثم انتقلوا إلى الأصغر فالأصغر هذا العدد ليست فيه أعشار ولا هذا ولا هذا ولا حتى هذا أما هذا ففيه سبع أعشار لذا تركوه في مكانه لأنه العدد الأكبر بينها الآن انتقلوا إلى منزلة الأجزاء من المئة هذا العدد فيه سبعة أجزاء من المئة وهذا سبعة أجزاء أيضا وهذا أيضا أما هذا فليست فيه أجزاء من المئة هذا العدد ليست فيه أعشار ولا أجزاء من المئة لذا هذا هو العدد الأصغر هذا العدد ليست فيه أعشار ولا أجزاء من المئة هذا العدد فيه أعشار أما هذه الأعداد التي في الوسط فليس فيها أعشار لكن فيها أجزاء من المئة وكلها متساوية سبعة أجزاء من المئة هنا وسبعة هنا وسبعة هنا إذن انظروا إلى منزلة الأجزاء من الألف في هذا العدد تسعة أجزاء من الألف أما هذا العدد ليست فيه أجزاء من الألف وهذا أيضاً ليست فيه أجزاء من الألف لذا هذا العدد هو الأكبر بينها لأنه يحتوي على أجزاء من الألف والآن بقي أن تختاروا واحداً من هذين العددين انظروا إلى هذا العدد إنه يحتوي على تسعة أجزاء من العشرة آلاف بينما هذا ليست فيه أجزاء من العشرة آلاف لذا فهو أقل منه في النهاية تذكروا ما قمنا به كي تتمكنوا من ترتيب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر ابحثوا عن المنزلة الأكبر أي التي لها قيمة أكبر وهي منزلة الأحاد في هذا المثال ثم انتقلوا إلى المنزلة الأقل فالأقل وهكذا تستطيعون ترتيب الأعداد